ذكرت تقارير اعلامية ان اجتماع تنظيم الاخوان المسلمون العالمي الذي عاقد مؤتمر سريا في اسطنبول بمشاركة قائمة من 11 شخصية عربية اسفر هذا الاجتماع عن تعيين زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بمنصب رئيس المكتب السياسي ليصبح بذلك رجل الثاني في التنظيم ونفى مكتب الغنوشي علمه بالانباء التي تحدثت عن اجتماع لتنظيم الاخوان المسلمون في تركيا اصبح على اثره الغنوشي الرجل الثاني في التنظيم ونقلت تقارير عن مصادر تركيا ان اسلاميين من عدد كبير من دول العالم اجتمعوا نهاية الاسبوع الماضي في اسطنبول واكتفت حركة النهضة على موقعها الالكتروني بنشر خبر عن لقاء جمع الغنوشي مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان حيث بحث الاثنان التطورات الاخيرة في مصر واعتفق على ان ما جرى كان انقلابا عسكريا لا يمكن القبول به ترجمة نانسي قنقر